وقه رئيس عبد الفتح السيسي بتضافر جهود الدولة واجهزتها لضمان سلامة وامن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر وذلك خلال لقائه مع وزيرة الدولة للهجرة للأتمان على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا وخلال اجتماع آخر التقى رئيس السيسي الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة بمجال أدب الطفل حيث وجه رئيس السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة نبيلا مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج وقد عرضت الوزيرة نبيلا مكرم لاستعدادات النهائية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي سينظم تحت رعاية سيادته حيث سيضم العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نقبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر وكذا عدد من الشركات الأجنبية وسيتم تناول محاور عدة سعيا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات المبادرة الرئاسية اتكلم عربي والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وأيضا إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور والتعريف بالمناسبات الوطنية وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط الشباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية كما عرضت السيدة وزيرة الدولة للهجرة سبل زيادة دعم مستهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا موضحة الجهود القائمة بالتنصيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالاستثمار العقاري وقد وجه السيد الرئيس بتوسيع نطاق الجهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج وذلك بالتنصيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري وتذليل اي عقبات في هذا الاطار كما استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة والتي تهدف الى تناول مسألة الهجرة غير الشرعية ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها حيث تشمل محاور تنفيذ المبادرة عقد دورات تدريبية وتثقفية للشباب إلى جانب التعريف بسبول الهجرة الآمنة وذلك بالتعاون والتنصيق مع الجهات المعنية المختلفة وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية حيث اطلع سيادته على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية أكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنصيق مع سلطات الدول المناظرة فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية موجها سيادته بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقد أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مؤكدة أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال مشيرة في هذا السياق إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان حياة وكريمة وهي القصة المستوحى من مبادرة حياة كريمة والتي تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال وقد أعرب السيد الرئيس عن متابعة سيادته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية مؤكدا سيادته أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بحجد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد من ناحية أخرى عرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والتي تنطلق مساء غد وهو الاختيار الذي وقع على مدينة القاهرة من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة حيث يهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية وإبراز التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة ترجمة نانسي قنقر